موسيقى السلام عليكم ورحمة الله عزيزي الدارسين هنستكمل كلامنا في هذه المحاضرة عن الفترات الثقة ونجيب فترات الثقة للبرامتر المختلفة للمجتمع وإحنا بدأنا في المحاضرة السابقة عن تعريف مبدئي للإحصائي والإستيماتور والشرط الذي حققها المقدر الإستيماتور وتعرفنا على زي نستطيع نحن نوجد فترة ثقة لمتوسط المجتمع باستخدام الاكس بار الاكس بار اللي انا هتكلم عن متوسط المجتمع يبقى لازم يحضر الى ذهن مباشرة الاكس بار اللي هو متوسط العينة المحاضرة هذا اليوم فترات الثقة لمعالم مجتمع فترات الثقة لمعالم مجتمع دي محاضرة اليوم اللي هو نشوف أجزاء المحاضرة هتبقى عبارة عن ايه اللي هو فترات ثقة لمعالم مجتمع للمتوسط هنجيب فترة ثقة المتوسط راجع سريع عليها وبعدين للنسبة اللي هو البروبورشن وللتباين اللي هو الفيريونس فترة الثقة اللي هو اختصار الكمفرنس انتربل اللي بتبقى الـ CI المتوسط المجتمع فترة 100 في 1 منس الفة في المية الثقة لمتوسط للمتوسط اذا كانت سجما معلومة سجما معلومة يعني انحراف المعياري للمجتمع معروف فده بيساوي X بار ناقص زدة الفة على اثنين في سجما على جزر ام والحد الاعلى لهذه الفترة بيساوي X بار زائد زدة الفة على اثنين في سجما على جزر ام معنى الكلام دوت انا بقول باحتمال بيساوي 1 ناقص الفة ان هذه الفترة تحتوي على متوسط المجتمع او متوسط المجتمع ينتمي لهذه الفترة اذا كانت الحجم العينة كبير حجم العينة كبير فانا بضمن ان ال X بار له توزيع طبيعي واذا كان حجم العينة كبير وسجما كانت اللي هو الحراف المعياري للمجتمع المجتمع مجهولة فاحنا بنستبدل السجما بالانحراف المعياري للعينة اللي هو ال S اذا كانت سجما مجهولة وحجم العينة كبير يعني اكبر من او يساوي الثلاثين نستبدل سجما بالاحصاء S ويبقى دون شكل الصورة بتاعت فطرة الثقة بمعامل ثقة واحد ناقص الفة في مية بالمية يعني ده بقولنا بمقدار الثقة بيساوي خمسة واحد ناقص الفة بقولي ان هذه الفطرة بتحتوي على متوسط المجتمع متوسط المجتمع استكمالا اذا كانت سجما مجهولة والعينة صغيرة الفطرة الثقة اللي شفناها دي كانت لو انا عندي العينة كبيرة كبيرة ناقصد بالعينة كبيرة احصائيا بانها تلاتين فا اكثر لو كانت فطرة الثقة اللي عندي لو كانت عندي العينة بتاعت صغيرة انت كنت في بعض الحالات انت لا تستطيع ان تحصل على العينة كبيرة يعني مثلا لما بجأت عامل اجيب عينة من طلبة طلبة في مدارس من اشخاص انتاج مصنع كبير وبعد الانتاج مثلا انتاج لمبات انتاج تليفزيون بيبقى من السهل انك انت تاخد عينة كبيرة لكن سعب بتأمل بتاخد عينة على نوع من انواع المكذفات بتبقى غالية وبتلاح حاجة معينة بقى صغير مثلا في تغارب بيولوجي بيعمل تغارب على بعض حيوانات التغارب مش من السهل ان يوفر عدد كبير اذا مش دايما من السهل انك انت تحصل على عينة كبيرة ده بالاضافة قبل كل شيء ان معنى عينة كبيرة معناها تكاليف اكتر اذا كانت سجمة مجهولة والعينة صغيرة ومصحوبة من المجتمع الطبيعي اذا الناس هنحط شرط اللي بالكم احنا نتكلم عن التوزيع الطبيعي اقول ان هو حجر الاساس في الاسلال الاحصائي يعني احنا في لو في كثير من الحالات بنفترض ان التوزيع الاحتمالي للمجتمع عفوا يدبع التوزيع الطبيعي اذا كانت ان صغيرة والتباين المجتمع مجهول عفوا وبالتالي الاحراف المعيالي للمجتمع مجهول هيبقى شكل الفطل السكة اكس بار مينس تي باور اتي بدراجة حرية ان مينس واحد والفة على اثنين واسة على جهاز الان واكس بار بلاس تي ان مينس واحد والفة على اثنين اس على جهاز الان تي دي في الحالة دي جاية منين التي دي ايام لو لو كان عندي قادة عندي المجتمع له توزيع طبيعي طبيعي حجم العينة صغير وسيجمة مجهولة سيجمة زي ما اتفقنات السيجمة دي حجمة هستخدمها الاحراف المعيالي للمجتمع وكانت مجهولة وخدنا عينة من هذا المجتمع خدنا عينة من هذا المجتمع دي عينة حجمها ان فيها اقل من الثلاثين والعينة دي ححسب منها اكس بار ححسب منها اكس بار وححسب بدلا ححسب اكس بار اقدر حسب من العينة دي ان اس اللي هو الانحراف المعيالي للعينة اه الممكن ممكن نقول نظرية تبين ان اكس بار ناقص ميو مقسومة على اس اللي هو انحراف المعيالي العينة على جزر ان هذا المقدار له توزيعة اسمها توزيعة التي اللي هو اسمها تي ديستريبيوشن بدرجات حرية بالساوي ان مينس وان درجات حرية بالساوي عدد حجم العينة ناقص واحد حجم العينة ناقص واحد وفي الحقيقة توزيعة التي يعني لو كان دون توزيعة الستنب الت توزيعة الطبيعي المعيالي توزيعة التي هتبقى تقريبا زيها زي توزيعة زي توزيعة الحراف المعيالي بتختلف عنها بان التو تيلز دولت بيبقى مور سيك يعني اكثر سماكة من التوزيعة الطبيعي وتوزيعة التي دي لها جداول برضو لها جداول زي جداول زي جداول زي جداول زي جداول النورمل بالضبط وهنا تبقى دين بنفس الرموز اللي احنا استخدمناها قبل كده لو انا قلتلك تي الفة على اثنين يبقى المساحة اللي تقع على يمين هذه النقطة بيساوي الفة على اثنين وهنا مينة مينة تي الفة على اثنين من التماثل وده برضو هذا المنحنة برضو متماثل بالنسبة المين بتاعه بيساوي زيرو متماثل بالنسبة للخط المستقيم الرأس اللي بيمر بيزيرو وده برضو المساحة دي برضو بيساوي الفة على اثنين ويبقى ويبقى احتمال ان تي كان متغير دول لو بيساوي اكس بار ما ينسمونه على اس على جزر ام اكبر من ناقص تي الفة على اثنين واقل من تي الفة على اثنين هذا الاحتمال بيساوي واحد ناقص الفة بيساوي واحد ناقص الفة ومن هنا بحصل على على فطرة ثقة تحت الشروط ان هو يكون حجم لو حجم العينة صغيرة والتباين للمجتمع كان مجهول والعينة اللي متاخد والمجتمع اللي متاخد منه العينة لازي يكون لها توزيع طبيعي ده دي في الحقيقة سريعا عن توزيع التي مثال عينة بتتكون من ستة وتلاتين مدرسة احنا بنتعامل مع عينات كبيرة لو عينة كبيرة لو عينة كبيرة يبقى عندي عندي هستخدم الزد هستخدم توزيع الزد لو عينة صغيرة وبتكلم على جد متواصل جد فطرة ثقة لمتواصل مجتمع يبقى اتعامل مع توزيع التي آآ عينة تكون من ستة وتلاتين مدرسة فبقى انه متواصل تعرض طلبة بالمدرسة يعني اخدنا مجموعة من المدارس ستة وتلاتين مدرسة وشوفنا المدارسة اللي فيها كم طالب المدرسة اللي فيها كم طالب والمدرسة رقم ستة وتلاتين فيها كم طالب جمعنا عرض طلبة دولتها و تانون على ستة و تلاتين بتلعنا متوسط عدد الطلبة في على الطلبة في المدرسة بيساوي 379.2 و ده قيمة الأكس بار العينة حجمها ان فيها بساوي ستة و تلاتين طال والحراف المعياري كان معلوم الحراف المعياري كان معلوم الحراف المعياري لهذه العينة اللي هو الاس و في الحقيقة بالرغم من الحراف المعياري بتاع المجتمع ما كانش معلوم لكن انا قدر استخدام الحراف المعياري للمجتمع بدل منه لان انا عندي نهون حجم العينة كبير بنعتبر اكبر من تلاتين انشق 95% فطرة ثقة لمتوسط على الطلبة في جميع المدارس عاوز بقى فطرة ثقة لمتوسط على طلبة في المدارس كلها انا خدت مش من العينة مدارس اللي هو على مستوى سواء كنت انت بتعامل مع الدولة او على مستوى يعني محافظة عاوز عدد الطلب اللي هما في هزيه في هزي المكان فهذا المجتمع خفوا هنا عنده واحد مية في واحد ناس الفة بيساوي 95 يعني الفة بيساوي 0.05 يبقى هنا الفة على اتنين هتساوي 0.025 يبقى زد الفة على اتنين اللي هو زد بيساوي 25 من الف ده بيساوي 1.96 يعني دي القيمة دي بجابها من جدول التوزيع الطبيعي جدول التوزيع الطبيعي يبقى 95% فطرة ثقة لمتوسط عدد طلبة في المدارس في المجتمع ككل اللي بيساوي x بار لو متوسط تعينا زاد او ناقص زد الفة على اتنين في اس على جزر ان ده بيساوي قيدل x بار قيمة x بار اللي احنا كنا حصلنا عليها زاد او ناقص واحد وتسعين من مية في الاس كان بيساوي ميتين واربعتاشر على ستة على جز ستة وتلاتين وديا فطرة ثقة الاس دي بنحسبها قيمة الاس دي بنحسبها من العينة يعني عندي ستة وتلاتين مشاهدة بقدر احسب منهم قيمة الاس اه تلعت فطرة الثقة من ساوي من تلتمية تمانية وتلاتين وتسعة وسبعين لو احنا بالكلم عن عدد طلبة يمكن يقول من تلتمية تسعة وتلاتين لربعمية وعشرين بقول ان هذه الفطرة باحتمال بيساوي خمسة وتسعين في المية متوسط عدد طلبة في المجتمع ككل يقع داخل ينتمي لهذه الفطرة يعني اكبر من هذه اكبر من الحد الادنى واقل من الحد الايه الاقصى ده بالنسبة لفطرة ثقة اه لو اتعملنا العينة كبيرة اه مثال تاني اه شركة اعتت ستة من السمسرة العملات التالية يعني احنا اخدنا عينة من اللي بيتقادوه السمسرة ادي اول مشاهدة تانية مشاهدة تانية وهاكذا بفرد العينة مسحوبة من مجتمع طبيعي يبقى اول شرط المجتمع طبيعي انشئ فطرة ثقة لمتوسط المجتمع ما اتدنيش معلومة عن تباين المجتمع اذا تباين المجتمع مجهول يبقى انا لات عندي الثلاث شروط اللي انا بطبق فيها توزيع التى ان هو المجتمع اللي مسحوب من العينة يغضع لتوزيع الطبيعي التباين المجتمع مجهول ويحجم العينة بدان صغير يبقى انا هطبق توزيع التى عشان عشان اعرف اجيب الفطرة الثقة لمتوسط مجتمع اللي هو المتوسط العملات اللي بيغضوها كل السمسرة انا خدت عينة بس عشان شوف السمسرة بيغضوا في المتوسط كم فانا خدت عينة عندي هنا ستة مشاهدات منهم بحث بالاكس بار ومنهم بحث بالاس من القرن دية مجموحهم على عرضهم يدين الاكس بار في القانون بتاع الاس سكوير احنا حفزينه وعارفينه ببحث بجيب الاس سكوير بعدين يبجيب جاسة التابعة دينا القيمة الاي قيمة الاس عندي من المعلومات دي الملخصها اكس بار حتساوي العالم 1691.17 ما القيمة الاس بيساوي 842.000 1 100 في 1eration الفا ده اللي هو دي درجة الثقة اللي احنا عايزينها. انت الدرجة الثقة عالتا انت اللي بتحددها. وقلل تحددها حسب اهمية المسألة. كان كل ما تكون الموضوع فيه نوع من الخطورة كل ما بتعلي درجة الثقة. وهنا الفا هنا بالساوي اه واحد اه من عشرة يعني عشرة في المية. ازا بالتالي كانت الان عندي بتساوي اه بتساوي ستة. يبقى ازا هنا ان نقصها حتساوي خمسة عشان كده سعب نوعها تي خمسة اللي هو ان نقص واحد والفا على اثنين اللي هي واحد من عشرة اثنين بتساوي خمسة من مية. القيمة دي بجيبها من جدول لو جدول تي جدول تي دي موجودة. وبالتالي كل المعلومات عندي بطبق في العلاقة اللي انا بحسب منها بنشق بها فطرة ثقة بتطلع فطرة ثقة لمتوسط هذا المجتمع. انه هو يبقى تسعين في المية فطرة ثقة للميو ده بيساوي اكس بار زاد او ناقص تي ان ما نقص واحد الفا على اثنين بيسا على جزر ان. ادي الاكس بار. وده قيمة تي. تي خمسة. وخمسة اه تي خمسة يعني خمسة لو درجات حرية. انه نقص واحد. وده هنا في اس على على جزر ان. الناتج ده بيديني الف مية وستة. واحد من عشرة والفين متين ستة وسبعين. يعني بقولي احنا هنا ايه ده الفطرة دي. بقولي ان المتوسط عملات كل السماسرة في هذا المجتمع. بيتقع داخل ايه. هذه الفطرة. بمعامل الساقة بيساوي بيساوي تسعين في المية. اه اه من الواضح. اه لو انا زودت معامل الساقة. في الحقيقة هلاقي فطرة الساقة تبقى اطول اكتر. هلاقي فطرة الساقة تبقى ايه اطول. ومن الواضح ان انا لو اه اه كبرت الان. يبقى الجزر ان دي هتكبر. يبقى القيمة دي هتصغر. يبقى انا بزود على اكس بار. قيمة اصغر من القيمة كل ما ايه تكبر. يبقى اذا انا عندي فطرة الساقة ايه هتصغر. وده طبعا اه منطقي لما لما لان لما لاني بتزيد فطرة الثقه بتزيد وحت ما ندخل اها كده نظريا لما ان تقول لما لان اهايا فطرة الثقه هتبقى. هتبقى نقطة واحدة بس اللي هي قيمة الاكس بار نفسها. قيمة الاكس بار نفسها. النقطة الاوليانيه اللي هي لو انا عندي. لو انا عندي دي مسلا كانت الالفى دي على 2.05 دي بالسبوة 0.05. لو انا عاوز تي. تي. الالف هتنفيها بالساوي 0.025 هتلاكي دي هتوصل هنا أول يبقى هنا هتعند هنا تي 0.025 واضح ان تي 0.025 اللي بتعكس وراها مساحة على يماني تقع مساحة مقدرها 25000 هتبقى اكبر من تي 0.05 وبالتالي اللي هي دي تناقص تي 0.025 إذن القيمة دي هتكبر يبقى إذن T25 من ألف أكبر من T5 من 100 وبالتالي نودت لما أنا بعود لو أنا كبرت معامل الثقة هلقى فطرة الثقة عندي تزيد إذن قولت تاني لو إني كبرت المقدار دوا حيقل وبالتالي فطرة الثقة تزغط دي يعني أحد الحاجات اللي بتأثر على فطرة الثقة آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ في المجتمع. وبالحقيقة علشان دي بتبقى مهمة بشكل غير عادي. انك انت تحت ايبقى عندك التصور عن حجم عن قيمة هذه الناسبة. اه بتختلف طبعا يعني لو انت عندك اه بتختلف في 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 استراتيجات كتيرة بتعملها الدولة. لو نسبة انت يهمك تعرف نسبة الناس اللي ايه عندها مثلا اه مرض ضغط الدم. علشان يبقى الانتاج للمصانع اللي اه او للدواء اه الخاص بدغط دم يكون يتتناسب مع مع الناس معارض الناس الموجودين. انه لو انتك تكتر من اللازم يبقى دواء حيبقى خسارة. لو انتك تكتر اقل من اللازم حيبقى في مشكلة ناس بتدور عالدواء مشكلة. ايه وهكذا. اه نسبة المدخين اعني ازعرف نسبة المدخين في المجتمع دي نقطة نقطة مهمة. اه نسبة الناس اللي تلبس ندارات في كل دي دي في الحقيقة نسبة مختلفة اللي بقى عايزين نعرفها. فانت بتعمل تقدير لنسبة نسبة في المجتمع. تقدير نسبة المجتمع بدنا انا بعمل هنا 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 سامبل برو بورشن او او النسبة في العينة باعتبرها تقدير لنسبة المجتمع. فطرة الثقة فطرة ثقة النسبة. فطرة ثقة للنسبة اللي هو Salesforce انتيرفر فور برو بورشن. المعلامة بي في المجتمع تمثل نسبة عناصل المجتمع. التي لوها خاصية معينة. مثل نسبة مدخين ففيه بي في المجتمع. نسبة نسبة صاحب معنا في المجتمع. دي ما جولة بالنسبة ه اللي ما جولة بالنسبه كله انا عايز اعملاها تقدير. والتقدير بنقطة اننا بجيب بجيب اللي هو النسبة اللي في العينة. از كد اكس باخد عينة حجمها ان عينة حجمها ان وبشوف اكس دي عدد العناصر اللي في العينة اللي بالعينة اللتي لها نفس الخاصية يعني لو بتكلم مسلا عن نسبة المدخنين باخد عينة حجمها مية او متين وشوف كم واحد في العينة دي مدخن اه يبقى ايزا ده بدي دي لي بمثل لي اكس وبالتالي النسبة بالعينة وده احصائي بتغير كل ما ياخد نسبة ديني قيمة تانية لو برمزه بالرمز بي هات ده بيساوي اكس على ان هي التقدير للمعلامة البرامطر بي في المجتمع دي بي بتاعة المجتمع برامطر مجهول بالنسبة لنا مش كده بنقدره والبي هات دي دي بقت معلومة لان انا اللي بحصل عليها باخد عينة وبحسبها هدي اكس على ان لاحظ ان هو ان الاكس دي عبارة عن ايه انت عندك عينة بتكون من ان بتشوف الناس عندها بتشوف مثلا نسبة المدخنين مثلا فاكس دي بيتمثل لي عرض المدخنين يعني انت تسأل اي واحد بتدخن يقول لك اه او لا التاني بيدخن اه او لا يبقى ان احنا عندنا ان من المحاولات ان من المحاولات ودي اكس فيها ليت عندي عدد الساقسيس انت انت مهتمة بالناس اللي هما مهتمة بالناس اللي هي بتدخن فاذا لما نيجي نشوف لما نيجي نشوف لو انا عندي البي هات بتساوي اكس على ان و اكس دي بتمثل لي عدد النجاحات طيب يبقى اذا ولقولنا البي هات دوان ده متغير بدان متغير بدان متغير يبقى له توزيع احتمالي ولو بقى له 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 توقع من هنا حلاقي توقع البي هات ده بيساوي توقع الاكس على الان واحنا كنا نخدم من خواص التوقع ديا كأنها واحد على ان ودي هنا الاكس ادي ده ثابت ده بيساوي واحد على الان اكس بيكتيشن توقع بتاع الاكس الاكس يدون عبارة عن ايه ده عدد الساقسيس في ان من المحاولات وقلنا النسبة في المجتمع بي دي اللي هو اللي هو دي النسبة موجودة في المجتمع يعني كل واحد بسأله انت بتدخن قولي او لا احتمال ان يكون بتدخن ده بيساوي بي بي دي اللي هي البي دي اللي هو البرامتر ده ما بيدخنش بيساوي بيساوي واحد نقص بي يبقى اذا نقص اقول ان الاكس ده وان له توزيعة البينوميال ببرامتر المعلومات اللي هو عنه ان توزيعة البينوميال لها اتنين برامتر الان اللي هو حجم العينة والبي اللي هو احتمال النجاح في كل محاولة يبقى اذا اكسبيكتيشن البي ده وان اكسبيكتيشن البي ده بيساوي ان في البي على الان وده حيساوي بي طيب اذا كان الاستماتر توقعه بيساوي قيمة البرامتر بسميه اه غير منحاس بيسميه unbiased يعني اذا المين بتاعه بيساوي قيمة البرامتر ودي في الحياة حاجه مهم اوي ده بالنسبة اذا نتقل النسبة بالعينة هي بيهات لوحه اعتبرها تقدير البرامتر اللي هو في العينة فطرة الثقة للنسبة بي الفطرة واحد في الف مية بالمية الثقة للمعلامة للبرامطر يعني بي للعينات الكبيرة عندما انا بقول على عينا عينا كبيرة لو كان ان في البيهات اكبر من خمسة والان في الكيو غايت قلنا الكيو دا ونوا واحد نقص بيهات اكبر من خمسة فان الفطرة الثقة المفروض نحط هنا في كومة فاصلة دا ويساوي البيهات ناقص زد الف على اثنين في بيهات في واحد ناقص بيهات عليهم في الحقيقة القيم ان الكبيرة بنقول ان الزد اللي هي بتساوي البيهات ناقص البي على لو احنا حبينا نشوف الفيريانس الانحراف المعياري للبيهات دا دا متغير دا بيساوي بي في واحد ناقص بيه اللي هو هتبقى كيو على ان اللي قدر متغير بتاعي ولو توزيعت اللي كيم ان الكبيرة لو توزيعت النورمل دا المتوسط بتاعي يبقى متغير لو توزيعت النورمل انا مطرح منه المين واقسم على الستاندر البيشن ايه ممكن نبايم ان الفيريانس للبيهات هو بيساوي بي كيو على ان يبقى الستاندر البيشن بتاعه بيساوي الجزر التربية يبقى تدون يبقى دي والبيهات والبيهات لها توزيعت النورمل المين بتاعها بيساوي بي والفيريانس بتاعها بيساوي بي كيو على ان دا البيهات دا الاستيميتر اللي انا هستخدمه لتقدير البي البرامتر اللي هو البي اللي هو البرامتر اللي في المجتمع عظيم بدان دون لها توزيعت النورمل يبقى لو طرحت منه المين واسمت على الستاندر البيشن دا 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 التباين اسمت على الستاندر البيشن او الحراف معلو جز التربية تاعه الناتج دا بيديني دا بيديني دا اللي هو زد اللي هو له توزيع الستاندر البرامتر هنا بتقابلك مشكلة لان البي البي نفسها مجهولة اللي هي في المجتمع فاحنا في الحياة عارف زي ما حكيت في ايجاد فترة ثقة لمتواصل المجتمع لو سجما كانت مجهولة كنا بنبدلها بالاس بحث العينات كبيرة هنا نفس الحكاية ما هو هنا البي هات دي تقدير البي بدان البي البي دا اصلا مجهولة فاستبدل البي دا بالبي هات والقيو بالقيو هات حيث القيو هات دا واحد ناقص بي هات وبالتالي دون بنعتبر المتغير دون اللي هو البي هات واحد ناقص بي على جزر التربيع اللي بي هات في كيو هات على ان لقوا توزيعت الستاندار نورمل النورمل اللي هو المين بتاعه بيساوي زيرو والتباعه بتاعه بيساوي واحد وبنفس الحكاية بنعملها بقول ان دون اكبر من ناقص زده على الفا على اتنين واقل من زد الفا على اتنين اذا يحتمال بيساوي واحد ناقص الفا وبفضل بعمل عملية منوبليشن كده لحد ما اجيب البي في المنتصف ويبقى عندي دون فطرة الثقة للبي ادى الحد الادنى بتاعها بي هات هنا طبعا انا بدلت البي هات مكان البي زي ماها موجودة هنا هنا كانت موجودة هنا بي بس المجهولة فعش كده بدلناها بالبي هات واحد ناقص بي على اين وبي هات زد زد الفا على اتنين في الجزر التربيعي في الانحراف المعياري للبي هات ده الانحراف المعياري للبي هات اللي هو دوه ودي البي هات اللي هو المقدر دي البي هات دي قيمة المقدر للعين اللي احنا اخدناها اه لبرامطر بي هات لاحظ تحت علامة الجزر في الفورمال اللي فات الدين استبدالت البي بتقدرها بي هات تاني للتذكرة زي ما عملنا الحكاية دي دي لما استبدلنا السجمة بالاس عظيم اه نشوف اه مثال على الكلام دوا عينة من 100 طالب من بينهم 14 طالب يكتب يكتب يده اليسر يعني عندنا بساعات برضو في ناس بتوع اه بتوع التعليم وعلم نفس يعني بشوفوا بعض الناس اللي هي بتكتب اديها الشمال يعني دي ظاهرة بساعات بعزين يدرسوها فاخدنا عينة من 100 طالب طبعا عينة كبيرة من بينهم 14 طالب يكتب يده اليسر يعني اللي هو بيسميه احصر اه عايزين نعمل تقدير لعدد الناس عدد الناس في المجتمع اللي بيكتبوا بيديها من اليسر ونجيب للتقدير بالنقطة اللي هو تبقى البيهات وبعدين نجيب لها فطرة ثقة بفطرة ثقة نشوف فطرة ثقة دي اللي هو فطرة ثقة اللي هي عدد الناس اللي هي بتكتب بيديها اليسر نظيم النسبة بالعينة انا كان عندي 100 على عينة حجمها 100 من ضمنهم 14 واحد بيكتب بيديها اليسره ازان الاكس بيساوي 14 الان بيساوي 100 يبقى حقسم الاكس على الان ده يديني قيمة البي هات لهذه العينة ده بيساوي 14 من 100 هذه النسبة هي تقدير بنقطة لنسبة الطلاب اللي 가자 بيديها اليسره في المجتمع الطلاب في المجتمع اللي عندي اذا انا جيت التقديل بنقطة اللي هو بيساوي 14 يبقى انا قد اقول ان نسبة الطلبه اللي بتكتبوا باردهم اللي هيصلرها في هزا المجتمع ده بيساوي 14-بعالده جبت الكلام ده منين بناءا على العينة اللي احنا سحبناها من المجتمع. عايزين? منذابع. انا 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 اعاوز جب فطر الثقة عاوز اه عاوز المية في واحد نعص الفة بساوي خمسة وتسعين بساوي خمسة وتسعين يبقى زد الفة على اثنين بتساوي one point nine six دي بيجيبها من الجدول دي بنجيبها من الجدول اذا خمسة وتسعين في المية فترة الثقة لنسبة بيها ادي البي هات زاد او نقل زد الفة على اثنين في الانحراف المعياري للبي هات ده بيساوي المقدار دوا وبعد الاختصارات بيحصل على من آآ 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 علامة مية وخمسة يعني مية وخمسة في الالف او مية خمسة وسبعين آآ لاحظ طبعا ان دي ان دا الحد الاعلى وده الحد الادنى لفترة الثقة وبحالة دي انا بقول بفت باحتمال بيساوي خمسة وتسعين في المية باحتمال بيساوي او باحتمال بيساوي خمسة بوينت نينت فايف للدقة يعني آآ او بدرجة ثقة بساوي خمسة وتسعين في المية ان هذه الفطرة هذه الفطرة بتحتوي على النسبة الطلبة اللي بيكتبوا باديهم الشمال وده الكلام دوا كان على آآ آآ ازاي نوجد فترة ثقة للنسبة زي ما وجدنا فترة ثقة ل المتوسط من ضمن البرامتر الموجودة في المجتمع ايضا هو التباين بتاع المجتمع وعايزين نوجد فترة ثقة للمجتمع فترة ثقة لتباين المجتمع آآ احنا دايما بنحدد استيميتر للبرامتر انا عندي سيجما تربيع الاستيميتر بتاعي اس تربيع في الحقيقة علشان انا علشان هستخدم الاستيميتر دوا لتقدير برامتر يبقى لازم اعرف كل حاجة عن هذا الاستيميتر اعرف كل حاجة عن هذا الاستيميتر بلغة الاعصى اكون عارف ايه اللي التوزيع الاحتمالي للاستيميتر بالحقيقة ان هوت عندنا عندنا اذا كان عندي ادي مجتمع طبيعي التباين بتاعه آآ سيجما تربيع بناخد منه عينة دي عينة من العينة ديت انا بقدر احسب الاس سكوير اللي هو اس سكوير دا وهو اللي هو بقدر بقدر بالاس سكوير السيجما تربيع فيه بالحقيقة نظرية فيه بتقولي ان حاخد عينة حجمها ان دا حجم العينة ان بقولي اني ناقص واحد في اس سكوير على سيجما سكوير هذا المقدار له توزيعة له توزيعة بسموها توزيعة كاي سكوير بدرجات حرية ان ما ينسوا يعني دي توزيعة ما توزيعة كاي سكوير توزيعة عشان توزيعة كاي سكوير اي توزيعة ربنا خلاقة في الدنيا بتحقق لي الشرطين انها بتكون موجبة واذا كانت متصلة التكامل على كل مجال تعرفها بيساوي واحد دا الشرطين الاساسيين فيها وتوزيعة الكاي سكوير هي تقريبا بتاخد الشكل دوا واشكلها بتغير حسب حسب درجات الحرية بتاعتها دوا يبقى انهوت عندي بنفس الرموز اللي بنستخدمها لو انا قلتلك انهوت كاي سكوير الفة على اثنين دي معناها ايه قيمة هذا المتغير اللي برمز لبرمز الكاي سكوير الفة على اثنين بحيث يقع علي مينو مساحة مقدرها والفة على اثنين ولو انا خدت انهوت النقطة دي هسميها كاي سكوير واحد ناقص الفة على اثنين من هزا المنحنة آآ هزا التوزيعة غير متمثلة هنا غير متمثلة هزا كنا بتعامل مع توزيعة النورمال وتوزيعة التي والاتنين متمثلين هنا التوزيعة هنا التوزيعة غير متمثلة هنا التوزيعة غير متمثلة يبقى اذا اذا الكاي سكوير واحد ناقص الفة على اثنين بنفس الرموز يبقى النقطة دي يقع علي منها مساحة تحت المنحنة مقدرة واحد ناقص الفة على اثنين وبالتالي المساحة اللي في الشمال دي بتساوي الفة على اثنين يبقى ما بين النقطتين دولت المساحة اللي تقع تحت هذا المنحنة واحد ناقص الفة واحد ناقص الفة وهو دون وهو دون بنستخدم نفس نفس الكلام تاني عشان نوجد فطرة ثقة لتباين المجتمع نوجد فطرة ثقة لتباين المجتمع فطرة ثقة للتباين سحبنا عينها حجمها ان من توزيع نورمل من توزيع نورمل فان فطرة فان فطرة واحد ناقص الفة في مية برسنت ثقة لتباين المجتمع هي ادي الحد الادنى لفطرة الثقة ان ناقص واحد واس تربيع على قايا سكوير دلاجات الحرية بتساوي حجم العين ناقص واحد والفة ودينا كاي سكوير اني ناقص واحد. لان لو انا بتعامل مع توزيعت لو انا خدت عينا حجمها ان? فانا بتعامل مع توزيعت الكاي سكوير اللي درجات الحرية بتاعتها بتساوي حجم العين ناقص واحد. وهنا واحد ناقص الفة على اثنين. واحد ناقص الفة على اثنين. ده الحد الاعلى لفترة الثقة. نرجع تاني للرسم دول. نلاحظ طبعا. ان الكاي سكوير ده ده ما بياخد كام مجبه. ما هو بدان دوا توزيعت اني ناقص واحد. سجمة اس تربيع على سجمة تربيع. قلنا دائما اكبر ان التباين مجب. دائما اكبر ان التباين مجب. والاني ده حجم العينة اني ناقص واحد. يبا لازم تكون حجم العينة اكتر اتنين فا اكتر المقدار ده كله موجب التوزيع الاحتمالية القاي سكوير دي ده ما بتوقع كام من الزيرو الى مالا نهاية نظريه من الزيرو الى مالا نهاية من الواضح لو انا بسيت للشكل دوا لو كانت دي قاي سكوير واحد ناقص الفة على اثنين يبقى قيمتها اصغر من قاي سكوير الفة على اثنين علشان كده لما جينا بسنا في المقام هنا هو ان هنا اللي ظهرت الى ناوت هنا قاي سكوير واحد ناقص الفة على اثنين ان هنا خبائك البسط هو نفسه البسط اختلفت هنا في المقام في المقام بتاع الحد الاعلى خدنا القيمة دي ده القيمة الصغيرة دي بتقسم نفس المقدار على مقدار صغير يبقى مقديني الناتج اكبر من لو نقسمت نفس المقدار على مقدار كبير وقاي سكوير الفة على اثنين طبعا اكبر من قاي سكوير واحد ناقص الفة على اثنين دون فطرة السقة لتباين المجتمع فطرة السقة برضو 1-1100% فطرة السقة للحراف المعياري هي نفس الفطرة السقة كنت بجيبها للتباين باخد الجزر التربيعي للحد الاعلى والحد الادنى لفطرة السقة شركة عهدت 6 من السمصر لعملات التالية بفرض العينة مع الصحوبة من المجتمع الطبيعي عاوزين نعمل تقدير للتباين في العمولات السمصر من المشاهدات اللي عندي من الست المشاهدات اللي عندي هقدر احسب X bar هقدر احسب S يبقى S بقت معلومة والX bar عندي معلومة يبقى 1-1000 هاخد هنا درجة السقة بتساوي بتساوي 90% وهنا 1000 على 2 بتساوي 5 1000 على 2 اذا 1000 حتساوي 10% و1000 على 2 حتساوي 0.05 1-42 بساوي 0.95 عظيم اذا الكاي سكوير كاي سكوير 0.05 بساوي 11.07 الكاي سكوير 0.95 بساوي 1 1-14 من 100 يعني كاي سكوير اللي هي 5 كاي سكوير 5 0.05 يعني قيمة الكاي سكوير التي يقع على منها مساحة مقدرة 5.05 ده بساوي 11 و7 من 100 كاي سكوير التي يقع على منها مساحة 95% من تحت منحنة ده بساوي 1-14 من 100 بالتالي هنبدأ نعوض في العلاقة اللي بنحسب بيها فطرة السقة يبقى فطرة 95% السقة للتباين ده بساوي ده بساوي إن ناقص 1 في S2 على كاي سكوير 1000 على 2 وإن ناقص 1 سكوير كاي سكوير 1-1000 على 2 وبنعوض بالقيم ديا بديني بديني التباين بديني التباين بديني فطرة ثقة للتباين المجتمع على عشان أجيب فطرة ثقة للحراف المعياري منجرد أننا باخد الجزر التربيع للحد الأعلى والحد الأدنى يبقى فطرة 5% من الحراف المعياري ده بيساوي خط الجزر التباين حد الأعلى حد الأدنى وده فطرة ثقة للحراف المعياري بكده يعني نبقى شفنا فترات الثقة لتلاتة من البرامتر الزلهمين في المجتمع اللي هو المتوسط وشفنا في المتوسط نحن بنتعامل مع لو حالة العينة كبيرة أو العينة صغيرة لو العينة كبيرة بتعامل مع النورمل لو العينة صغيرة بتعامل مع التي ديستربيوشن وبعدين شفنا بقوة فطرة الثقة للنسبة فطرة الثقة للنسبة اللي هي برضه بحطها تحت شرط تكون عينة كبيرة وهنا مقياس العينة الكبيرة في حالة النسبة أن يكون الان في البيه حجم العينة في البيه هات دوان يكون أكبر من الخمسة والن والن في الكيوه هات برضه وفي نفسها تكون أكبر من الخمسة ودوان بيستخدم فيها توزيعة الزد وبيجيب فيها فطرة ثقة لنسبة للمجتمع بالنسبة ل فطرة الثقة لتباني المجتمع أولا احنا بنستخدم الاس سكوير كتقدير بنقطة لتباني المجتمع وعلشان قلنا على شانه في تعامل مع الاس سكوير لازم أكون أعرف التوزيع الاحتمالية بتاعتها فلان لأن الن لا بيئدار ن أجرس واحد وبدأ في التوزيع الاحتمالية ل لل الن هي ن حاضر استخدم هذا المقدار في ان انا انشئ فطر الثقة لتباين المجتمع وفطر الثقة للحراف المهياري يعني نفسها فطر الثقة لتباين المجتمع مع اغز الجزر التربيع للحد الادنى والحد الحقصة بكلا نكون خلصنا لقاء اليوم وارجل كنتوا اتصلوا بنت اونو للاي معلومات واي سبصرات ولان نراكم عن قريب لكم حتى بتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة